يا ستة الدكتورة عايزين نخش على 21 ديسمبر على طول؟ طيب أول ما هتروح كده همسكك على طول ما هتروحش كده أو كده خليك معايا في اللهم 21 ديسمبر بس هريك سألتني سؤال أما هو ده الوقت أما بعد مخلص 21 ديسمبر سؤال ده أهم طيب أوكي نمتعي في 21 ديسمبر هنقول إيه شعب المايا هما يعني المايا دي كانت مملكة في أمريكا الجنوبية من ضمن 3 مملك رئيسية لهم الأستيك والإينيا أز تيك أستيك مش أستيك يعني أستيك والمايا والإينيا المايا من أهم المملك اللي كانت ليها اتصالات بنوعية مكيئنات هنتكلم عليها في موضوعنا النهاردة لكن هي النقطة أن المايا حطوا تقويم اشتهروا بأن تقويماتهم الفلكية والحسابات العادية بتاعتهم شديدة الدقة يعني حصلت منها حاجات كتير جدا تنبقوا بكذا تنبقوا بعاصف شمسية في سنة كذا تنبقوا بنيزك هيسكت على الأرض سنة كذا وكل التنبؤات دي جات دقيقة جدا نقطة أنهم كتبوا بحساباتهم أن يوم 21 ديسمبر بما يعادلين يوم 21 ديسمبر 2012 أن ده حيبقى ارتطام لكوكب نيبرو وحصل الدعاء يعني احنا هنشوف بعد كده ده الدعاء مش وليس حفيقا حصل الدعاء أن كوكب نيبرو هو أحد الكواكب المرتبطة بالمجموعة الشمسية واللي بتاخد دورة بتبقى من حوالي 3200 سنة لأربعة تلاف ومئة سنة وأنه هو كوكب يعني شديد يعني له كسفته عليه جدا فشديد المغناطسية وأن اقترابه ومجرد اقترابه حتى لو ما ارتطمش بالأرض الكوكب ده يعمل يعني أزمة كارثية تعادل زي الأزمة اللي كانت اللي هي قضت على الديناصورات قبل كيه 150 مليون سنة تقريبا نقطة طب أنا ممكن لا أنا ممكن يعني يعني أعجل بس أشرح الموضوع وبعدين نعرض الفيديو يعني عايز أشرح بس نبزع الموضوع وبعدين نعرض الفيديو النقطة زي ما قلت لحضرتك كلام ده كله كذب ناسا روجت يعني أخدت من المايا زي أن في حاجة اسمها نبوءتنا استرداموس استرداموس ده كان متنبئ فرنسي وعمل نبوءات كتيرة جدا وأنا أشك أصلا يعني كل الناس يعني بتتكلم عن نبوءات نسترداموس وكده أنا أشك الكلام ده كله كله خدع ليه؟ لأن أنا شفت نبوءات نسترداموس الأصلية من اللي كتبها الأصلية مختلفة تماما عن حاجات بترويج دلوقتي هل سحر اللي قبل المعموت أقول أنه أخذ حالة دي من كتب قديمة عربية؟ ما هي دي برضو من أحد النقاط لما نفتح الموضوع في ناس هتعترض على حاجات أنا هجيب مثلا أدلة من القرآن والسنة إن شاء الله ولكن في نقطة الناس مش عارفها إن في خلال مؤمر التزييف التاريخ تم تمسح حاجات كتير جدا من ضمنها أحاديث لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت أحاديث يعني بتتكلم على النبوءات المستقبلية واللي إحنا فيه دلوقتي وكذا فيه أمور تم تمسحها مع عمد وفيه أمور خاصة بعلماء المسلمين ما زال بعض قشارها موجود وتكلم عنها الناس كتير جدا زي قزويني زي الإدريسي زي ابن خلدون تكلم عنها زي ابن فضلان وابن فضلان ده كان يعني الخليفة العباسي توكل بالله بعتوا أصلا رحلة عشان يستبين الموضوع اللي إحنا هنتكلم عنه دلوقتي اللي هو موضوع جو في الأرض المهم نرجع لما رجعنا اللي هو أحداث 21 ديسمبر هما كانوا بيعدوا يعني ناسا روجت خدعة كوكب نيبرو وعملت على ترويجها بين الناس وكذا ورويجت الناس تربطها بنبوءة كويك بالعذاب اللي هو هيجي في آخر الزمين كل الكلام ده خدعة كل الكلام ده أي كلام لما ابتدينا بقى أن احنا من سنتين نشتغل على أن الكلام ده أي كلام والكلام ده خدعة جبيرة جدا بترويج على الأرض والكلام ده علميا خطأ وابتدى بقى يدخل بقى ناس علماء وفضحت الموضوع دوت وفضحنا بكذا حاجة اضافة بقى لإيه نحنما اتكشفوا في إيه هما كانوا عايزين لما تكلمنا الخلقة اللي فاتت على مشروع اللي هو الجن الفضائي اللي هو نص مليون أمر صناعي انتشرت حوالين الأرض أوكي؟ قلنا أن من أحد مهم هذه الأقمار الصناعية متنهية الصغر أحد مهمها تسليحية وهي تسليط موجات المايكرو ويف وموجات الماجناتك فيلد وكده لكن لها مهمة تانية الأقمار دي مركب عليها نظام يعني أنا هشرحه ببساطة أنه هو نظام مراية نظام المراية ده معمول ليه؟ عشان الخدع اللي هتحصل الفترة الجاية داخل فيها ما يسمى مشروع شعال أزرق داخل فيها مشاريع الهولوجرام الهولوجرام ده عبارة عن إيه؟ الهولوجرام ده عبارة باختصار عشان ما هو أنت بدخلتيني بحتة تالية؟ ما هو ده في موضوعنا ده في موضوعنا ده في موضوعنا والله هقول لحضرتك ده في موضوعنا ده في موضوعنا مش خارج ليه؟ الهولوجرام ده عبارة عن إيه؟ الهولوجرام ده عبارة عن استخدام الليزر لازرق سلاسي الأبعاد إنك تعمل مجسمات سلاسية الأبعاد نشوف شكله هو مش موجود يعني قادر إن انت تعمل مجسمات سلاسية الأبعاد الهولوجرام ده هيشتغل كتير جدا معنا في الفترة الجاية لأنه هيدخل هقول لحضرتك هم بقى كانوا عايزين يعملوا موضوع ارتطام نيبرو ليه لأنهم عايزين يحدثوا كارثة أرضية هيرجع الناس يسألوني زي المرة لفاتهم ليه بيحدثوا كارثة عشان حروب الإبادة عشان هم قبل ما يبتدوا هم مش يبتدوا نظام العالم الجديد غير لما يكون على الأرض مليار نسمة ده في كل قوانينهم وموصق في كل قوانينهم وموصق في كذا حاجة اللي هم تنوريين أيوة اللي هم المسكين العالم دلوقتي زي بقى سباب كتير برضو هقول لهم ليه بيعملوا الكارث دي يعني هقولها إن شاء الله بس هي النقطة أنه هم كانوا عايزين يعملوا خديعة نيبرو بالهولوجرام زي استخدام التقنيات زي التقنيات اللي تكلمنا عليها المرات اللي فاتت زي هارب وداخل معنا حاجات تانية يعني ما باش فيه نيبرو حيرتطم ولا حاجة بس هو يصور مرسامات ولا التاريخ الميلادي اللي معنا ده هو التاريخ الميلادي السليم ولا أصلا يعني فيه أمور كتير حصل تزييف فيه زي ما قلت حضرتك ما داخلناش في حاجة عشان حتتقول كنت بالسليم إيه فحتشرحيه وضعنا في حتة تانية لما أثبتنا أن موضوع نيبرو ده خاطئ وكان برضو من أحد يكاد العلماء في العالم منين من روسيا من روسيا ومن الصين ومن أمريكا نفسها ومن كذا وطلع على فكرة برضو يعني أنا مش عايز عادي شغل فيديوهات كير بس طلع برضو عالم كان واخد جائزة نوبل وقال أن الموضوع ده كله أي كلام وأن أمريكا بتعد لخديعة الغزو الفضائي ليه؟ لأن الماين أو اللي هما الماية كانوا كدبين أن ده رجوع ما يسمى الأنوناكي أو الأنوناكي دول هما إيه؟ الأنوناكي دول اللي هنتكلم عليه هم أن دول راجعين الأرض عشان يحكموا الأرض تين فهيبيدوا ما خلقوه وده برضو من الأحد الحاجات اللي بتخدع الناس أن هما عايزين يثبتوا للناس أن الأنوناكي أو الكائنات الفضائية اللي إحنا نتكلم إيه هي الكائنات الفضائية دي أن هما اللي خلقوا البشر في الأساس لا يوجد فكرة إليها هما خلقوا البشر وأن الهايبرد دي على فكرة الكائنات دي برضو زي ما هنذكر هي بارعة جدا في عملية التهجين وهنقول عمل التهجين لإيه بالزبط وعملت إيه بالزبط وناسة مرسخة علمائها وخاصة واخد علماء عظام جدا من معهد اسمه ستانسفيلد وصرف عليه مليارات الدولارات عشان ترسخ علمائها لفكرة أن عزيل كائنات الفضائية اللي إحنا هنتعرض لها أما نريد أن نتعرض عليها تكلمي فيها حضرت تكلمين دلوقتي على المخروب اللي حتحصل بكرة فهم المعين أيلين أنه هو استضام كوكب نيبرو هيبقى فيه يرجوع الأنوناكي لأن الأنوناكي دول سكنين كائنات الفضائية دي فيه من ناح أجناس من كوكب نيبرو كلام ده كله خاطئ والدليل على الكلام ده يعني حصل عبط في الموضوع ده أنه هم حاولوا عملوا تجارب بالهولوجرام على حكاية الخدات صدام عملوا تجارب سنة 2009 أو سنة 2010 عشان يعملوا الخد على العالم في 2012 الكيجي بيصور يعني مش الكيجي بي فيه برانش يعني في روسيا صوروا المواضيع دي التجارب اللي كانوا يخدعوا بها العالم وفي الصين فظهرت حكاية الشمسين وظهرت الكلام ده كله أي كلام ابتدوا بقى يلعبوا على حاجة تانية قالوا تعامدوا للشمس ده آه على إن ده اللي هو الجالاكتك ألاينمنت اللي هو إيه إن في يوم 21 ديسمبر وخاصة بالزبط الساعة 11 و 11 ديئة صباحا بتوقيت جرينتش اللي هو عندنا هنا إيه بقى فشر ولا واحدة هنا واحدة و 11 ديئة 11 و 11 صباحا بتوقيت جرينتش هيحصل التعامد التام بتاع المجرة وبتاع الكواكب المجموعة الشمسية كلام ده زائف يعني هما بيروجوا إن التعامد ده طاق هوا زائف هو التعامد ده حقي Citizen المفروض أن نهمل بالباسود ده برده آه المفروض أن التعامد ده إحنا موجودين في نظام طاقة متوازنة في خلال يعني إحنا تلك الوقت موجودين في المجموعة الشمسية كي إحنا عارفين الكواكب مثلا متاعاتنا وكذا وكذا موجودين في نطاق طاقة محدد وفي مدار محدد بطاقة فيها قوة جذب وقوة رفض بس نحن نبقى في حال التوازن لما يحصل التعامل دوت هيحصل مجال طاقة كبير جدا إضافة لزيادة النشاط الشمسي في الفترة دي إن ده ممكن يعمل مشاكل كتيرة على الأرض من ضمنها إن يحصل مثلا زلازل براكين فيه عشاعة جامة كبيرة جدا هم بقى بيرواجوا إن هيحصل قطع للكهرباء 3 يم إن هيحصل قطع لوسائل الموسطوط ابتدوا يرواجوا بين الناس إن ممكن يصحب زيادة مثلا نشاط أشياء الجامعة على الأرض إن هيبتدي يصحب شيء من الكوارث احتراق على مثلا الأرض كذا 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 فبينصحوا الناس نوم ياخدوا شيلترز أو ياخدوا أماكن حماية يخزنوا أكل شوية يجيبوا بطاريات كهرباء الكلام ده كل يبقى معهم مثلا شاكتات حماية يبقى معهم آه كلام ده أي كلام كلام ده أي كلام لأنه وضع وضع إحنا اللي همنا في المجموعة الشمسية من أكبر كوكب اللي تهمين هي المشترة مشترة عام كوكب في المجموعة الشمسية أنا مش في داخلت مين اللي يعمل ده دلوقتي يعني أنت هما بيشرحوا بيقولوا خطأ مش مهم دلوقتي نعرف الخطأ أنا هما بيكلموا على ده عشان يستفيدوا منه في حالة تانية عشان يستفيدوا منه في حالة تانية اللي هي إيه بقى إنه هما مش هتحصل بس يستفيدوا منه في حالة تانية 21 ديسمبر 2012 بالضبط زي سبتمبر 11 اللي حصل يعني سبتمبر 11 كان له يعني ده عايز أفتحه موضوع كبير قوي ليه هما؟ إن موضوع تفجير البورجين في سبتمبر 11 ما كانش مجرد عشان بداية المخطط للغزو العالم الإسلامي وطوريته في مسمى الإرهاب الإسلامي ده كان له كذا هدف يوم سبتمبر 11 من الأيام اللي تعني حاجة مهمة جدا عند فعلوم الكبالة أو فعلومهم وهم في الأيام اللي تعني بالنسبة لهم حدث معلش تديك نبزة أدي لحضرك بس نبزة بسيطة إن رقم 11 عمتا ولما تكون مجموعة الأرقام تعني 11 دي تعني عند الكبالة حاجة مهمة جدا اللي هو تجاوز الإله أنا مش هايزة مش هدخل في تفاصيل كتير بس ما يبقى فيه حاجة 9 وبعدها 11 رقم 10 هو الخاص بالإله رقم 11 تجاوز الإله دي النماعة السحرية أو الشرق السحر اللي هو من المتنورين داناح متاع السحر عند المتنورين ففيه سنوات معينة وفيه تواريخ معينة لازم يقدموا فيها ما يسمى بإضحيات دموية للوسيفر لأن دا للشيطان لأن دا بيساعدهم وده على فكرة الناس ممكن تتحك أو تفتكر دا فيلم وبتاع لا لا دا حقيقة دا حقيقة وعلى فكرة يعني أنا من غير ما حدك تقولي أن أنا بحوض على موضوع تاني كل قادة العالم دي بيكتمع والسنوين في حاجة يعني أكيد في البعض سمع أنها اللي هي اسمها النادي البوهيمي وبيقدموا أضحيات دموية وكذا وكذا فالناس ممكن تفتكر أن دا فيلم رعبة أو أي كلام وفيلم خال معلاش سامحوني دي الحقيقة سبتمبر 11 كان من أحد أهدفه أنه هو أضحية دموية هم عايزين يقدموا أضحية دموية في 21 ديسمبر إضافة لموضوع بقى محاولات فتح البوابات النجمية اللي هم في حاجات ما نكحوش فيها لغاية دلوقتي يعني هما فتحوا بوابات نجمية هنشرح بقى يعني إيه فتحة وليه مرتبطة بالأرقام ديت وليه مرتبطة بكذا لكن زي ما قلت لحضرتك 21 ديسمبر 2012 دا تاريخ حدث عند الألوماناتي هم كانوا محتاجين يقدموا أضحية دموية فيه أضحية دموية كبيرة فيه احتمال تحصل مشكلة في حتة يعني هو فيه احتمال تحصل مشكلة وفيه احتمال تبقى بداية مخطط خداية القز والفضائي هم كانوا مزمين عايزين يعملوا بدايته من 21 ديسمبر عشان كده كان بيرواجوا لنيبرو أنه عودة الأنوناكي أو جنس الأنوناكي دول أو كده اللي احنا هنتكلم عنه ففيه احتمال كبير عشان كده الواحدة عايز يفتح الموضوع ده النهاردة لأن الناس ما سمترفش حاجة عنه كنا بنقول أنا دولتي مش بقول أنا دولتي عايزة أقول بس أخش 21 ديسمبر وهنا هي فيلم عندنا موضوع اللي نفروض آآ ممكن آآ وريني أميرا الفيلم هدايك واتكلم عليها ونتكلم عليها أوكي تجهاز المراكو تتعمل إيه فاك طيب دلوقتي واحد عشان يعني هنا مثلا معنا الفيديو إنه كانوا بيروّجوا هو ممكن نسمع الصوت؟ الصوت يا أميرا يعني كان بيروجه الأول لموضوع ارتطم نيبروه الكلام ده والعلماء أثبتوا أنه هو أي كلام بيقولوا إيه هنا أنه هو أصلا لو كان هيرتطم بالأرض في الفترة دي لكن لازم أنه يكون في مدار المشترة خلال اليومين اللي فاتوا وده ما حصلش ولا هو ظهر في المدار ولا حاجة لكن اللي هو المنتظر وده برضو من أحد الأكاذيب اللي هو الاجلاكتك الانمنت أو اللي هو استفاف المجرة وإن دوت حدث يعني بيحدث كل دورة مجرية قد كده والكلام ده برضو خاطئ لأن حتى أوضاع الكواكب الفترة اللي فاتت ليست في الوضع اللي هي يسمح لها أن هي تبقى في الاجلاكتك الانمنت خالص هم بيرتبوا أنه يبقى فيه حدث أيوة الترتيب ده علشان فيه احتمال يعملوا حدث هم اللي صنعيه هو حقيقة تبقى الحدث ده إيه حقيقة الحدث ده إيه والناس يعني أنا مش عايزة أخذ حاليا فيه حالة حتبنونها على شاشة في الفيلم لا هو ده بقى اللي بترواجه نيسا أنه هو بتقول لهم هيحصل إضافة للألاينت من دوت هيحصل نشاط شمس هيتبقى فيه أشعة جامع كتيرة على الأرض وهيحصل زلازل وهيحصل زلازل وهيحصل كذا فبتنصح الناس أنه هم يبتدوا اللي هم قال تعليم الأول يحضروا وسائل حماية وسائل أكل وكذا وأن الخطوط الاتصال هتتقطع والكهرباء يعني أقل القليل هتقطع أيوة إن هي هتقطع ثلاثة أيام الكهرباء والكذا والكذا هو الحقيقة في موضوع إيه اللي هم نويينه ونكنش عايزة أخذ فيه النهاردة بس الموضوع ده عليه إثباتات كتير وهو يسمي مشروع إنوخ مشروع إنوخ ده رابط اللي حصل الفترة ديته واللي حصل كله إنه هم هيحدثوا الكوارث دي هم بصادة ابتداء يعني هم تدوع من زمان بس هبتدوا بقى بصورة جامدة جدا تدوع من زمان في زلزال اليابان ابتدوها في التصنامي بتاع حيتي التصنامي بتاع حيتي ده مصنع بالكامير زلزال اليابان كان فيه تحرك لطبقات تكتونية اللي هي بتاعت الأرض كان هيحصل زلزال هم تدخلوا بهارب أنه يخلوه كاريسي جدا ونفجروا لها المفاعل بتاعه الحلقة الجاية إن شاء الله تريبي الإسباب بتاعهم كلامك اللي بتقولي ده إنما يعني حكايات الهم الكارسة اللي بيعملوها دي اللي بيعملوها محضر الله من زمين ومن أكبرها إن هم هيعملوا زلزال جامد جدا في منتصف أمريكا بيحضروا من فترة وزرعين وهنشوف مع بعض هم من فترة ودي تسريبات يعني زرعين كويلز في أخدود في منطقة مدينة سمانيو مادرد وزرعينه للطبقات العميقة في الأرض لأن هم لما عملوا الزلزال ده هيقسم أمريكا وهم حطين يعني المتنورين حطين في كل مخططاتهم إن هم هيعملوا على شطر أمريكا أمريكا هتتقسم أوكي وده في كل مخططاتهم إن عجلا أو عجلا هينفذوا دي عشان الناس تفتكر أوكي هم هينافذوا دي ومحتوطة في كل مخططاتهم ويشتروا أمريكا فهما هيبتدوا سلسلة هيشتروا يعني يشتروها يعني يقسموها وهم حضرين لده من منطقة اسمها نيو مادرد الناس مش هتسدى ويتقول لك إزاي هم هيدمروا أمريكا هم بقالهم فترة على الفكرة بينقلوا نشاطاتهم لمنطقة الشرق الأوسط وهم شعب الأمريكان نعرفون طيب واللزيزون عن نياتهم بس هل هم أفف يعني شعب أفف مثلا مش قادرين يعني ما ما يقدروا يصوروا على المتنورين وعلى عفارية الزرق وعلى كل اللي هناك هقول لحضراتك حاجة إحنا لما هندخل في الملف بتاعنا هنعرف إن في حكومة أخرى مسيطرة على حكومات العالم ولا تعنيها أي أشعوب لا يعنيها الشعب الأمريكا ولا شعب داع ولا أي كلام وعلى فكرة الهجم علينا مثلا في الشرق الأوسط مش بس هجم على الإسلام إنه هو الديني الواحد الموجود ولا إن المنطقة متدينة آه هي هجم على الإسلام وكلام ده كله لكن أساس الهجم إن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالذات لم يكتشف إلا حوالي 20% بس من موارد هي المنطقة الحالية اللي هي سلة الموارد وسلة الغذاء وسلة المستقبل بالنسبة له أوكي